لم يجد الملك فاروق اهتماما بتربيته من شخص اكثر من والده الملك فؤد الذي احضر له مربية صارمة جدا في التعامل مع الامير الصغير تدعم سأينا نيلور وكانت هذه المربية الاندليزية متسلطة لدرجة انها كانت تعترض دائما على تعليمات والدته الملكة نزلي فيما يختص بتربية فاروق فقد كتب الملك فاروق في احدى مذكراته انها قد ضربته بالكرباج كثيرا وانها تركت علامات على جسمه من ضرب السياط وقال فاروق ان الملكة نزلي كانت تحاول ان تمنعها عن ذلك ولكنها لم تستطع وسمعت ميس ميلور ان فاروق قد هاجمها هجوما عنيفا في مذكراته فاتصلت بجريدة الامير نيوز التي تعهدت بنشر هذه المذكرات وقالت انها سترفع قضية تطالب فيها بتعويض ضخم اذا نشرت هذه المذكرات التي تسيء اليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر